يقول السيد لقد ابتليت وعاني من هذا البلاء ابتليت بمشاهدة أفلام الفدل صديقة وقراءة المجلات الماجنة الفاضحة وأحاول التخلص فهل ترشدوني وهل من بسيرة للتخلص وجزاكم الله خيرا الله المستهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني سبحان الله هذا البصر لو تصور الإنسان لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل وعرض في عرصات يوم القيامة وقال الله له أما تستحي يا عبدي ترى الأعمى الذي لا يفسغ وأنا نورت لك هذا البصر تنظر به إلى محارم هذه المعصية الواحدة قد يراها الإنسان معصية واحدة فقط أو مشهد واحد أو مقطع معين من فيلم يدعو إلى المحارم الله قد يغضب الله عز وجل على العد غضبا لا رضا بعدها نصلى الله السلام عنها وقد ينطفئ نور الإيمان في القلب فيصبح القلب مظلم إلى لقاء الله عز وجل المعاصي خطيرة يا إخوان المعاصي تميت القلوب وتطفئ نور الإيمان من القلوب الله الله إذا جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرج منها مشهد واحد فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت بكحل النار ووجد الإنسان عندها لذة هذه الشراء ثم يسأل الإنسان نفسه سؤالا صادقا يا أخي اسأل نفسك ما الذي جنيت من هذه المشاهد ما هي الثمر ما هي الفائد طيب رأى الواحد تمتع لكن إيش العاقب كتبت في الصحيفة حتى إذا جيت في عرصات يوم القيامة عرض عليك الكتاب وإذا فيه هذه النظرة التي لا تغضي الله عز وجل عنك يقولون عن رجل أنه كان من طلاب العلم وكان مع أحد العلماء فذات يوم كان هناك غلام نصراني والعياذ بالله كافر وكان الغلام له صورة جميلة ففتن هذا الطالب العلم فنظر إليه فلما نظر إليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر وقال له لماذا تنظر الشيخ يقول لك الطالب لماذا لا تنظر فكف الطالب فقال الشيخ للطالب والله لتجدن أثر هذه السيئة ولو بعد حين يعني سيعاقبك الله عليها ولو في آخر حياتك يقول هذا الطالب فما زلت أنتظر هذه العقوبة فمكثت عشرين سنة هذه القصة ذكرها الإمام مقيم رحمه الله بمدارج السالكين يقول مكثت عشرين سنة وأنا أنتظر العقوبة وإذا بي في ليلة من الليالي نمت وهو حافظ القرآن فأصبحت فأنسيت كتاب الله صلى الله عليه السلام فالذنب قد يستهين به الإنسان في جنب الله لكنه عظيم وذلك قال بعض السلف لا تنظر إلى ما عصيت به ولكن انظر إلى من عصيت النظرة الواحدة قد تدمر حياة الإنسان كلها نظرة إلى الحرام واحدة فالله الله آخي في الله أنا ما أقنطك بالرحمة الله ولا أيأسك بالروح الله ولكن أبشر بكل خير أريد منك دمعة هدمعها على ما فات من هذه الأفلام أريد منك يوم تجلس لوحدك في الغرفة وتتذكر وتقول إنا لله وإنا إليه راجع أي خسارة بنيت به الله أعطاني البصر وأعطاني هذه النعمة ونظرت إلى الحرام كم فيلم نظر وكم مشهد رأيت كيف ألقى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمر أريد منك هذه الدمعة وأنت خالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمعة هذه الدمعة أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال في السبعة نسى الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا أي من خشية الله عز وجل فادمع هذه الدمعة وصيك أخي الأمر الثاني أن تقلع عن هذه المعاصر وأن تبتعد عنها والله سيعينك والله ما عقدت في نفسك أنك تتوب عن شيء إلا وفقك الله والشيطان يأتيك يقول لك لا أنت فعلت أنت رأيت كثير لا ما تتوب والله لو غرق الإنسان في المعاصر من أخلص قدمي إلى شعر فراش وأحسن الظنب الله فالله يعينه والله يوفقه فهذان الأمران لداني أدعوك لهم ترك المعصية والندم على ما كان منك فيها وحسن الظنب الله وأسأل الله العظيم أن يبدل إساءتك حسنا إلا هو ولي ذلك والقادر عليه والله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر